السلام عليكم البنات كديري لبس عليكم إن شاء الله تكونوا بيخير وعلى خير تكون صحيح تكون زيانة اليوم أجيت لكم واحد الحلوة تجي رائعة جدا ردوازاتي سهلة في التحضير ومفيهاش مقادر كثيرة يمكن لكم تحضروا هكا الوليداتكم القوتي تجي أحسن من الحلويات تجي بنينة تجي مقرمشة وبالنكهة الشوكولة من الفوق يا سلام جربوها البنات وخليوا لي في التعليق كيفاش غادي تجيكم شوفوا راتجي رائعة 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 كيف تتشوفوا معيارة ما تتخرج كيمية كثيرة لأن المقادر فيها قليلة ولكن المهم أنها تجي بنينة المهمة البناتها انتم شوفوا لي الشوكيلات كان شي وحدي اللي درتهم لكم هكا بشوكولات أو لا حبيبات شوكولة أو لا بالكوكو مقرمش أو لمهرمش مقرمشة مهرمش كاني درتهم هكا بشوكولات الأسود يعني تبقى يعني تبقى تشكيل على حسبكم المقادر غادي نحتاجوا ثلاثة الحبات كاس دير سكر غلاسي كاس دير زيت نباتية كاس دير سكر فانيليا خمارة أو لخميرة الحلويات من وزن ثمانية جرام وغادي نحتاجوا الدقيق دائما كيف تنقولوا دائما في الحلويات تبقى على حسب النوعية دير الدقيق وعلى حسب الحجم البيض سوف نديروا أول حاجة سوف نضيفوا عليهم السكر سنيدا كاس بعبار كاس العنبة كيس دير السكر فاني واخدوا ليهير هذا الطراب واتطربوه ليه مزيان حتى نحصلوا على واحد الكريمة بالنسبة للسكر غلاسي ممكن ان اكم تغربلوه فانا ما غربلتوش المهم البناسكي بتقول انك تغربوا لانا ما غربلتوش ولكنني انطربتو حتى ما بقتش الحبتة تابعن اضفت عليه هادا الكاس دير الزيت الزيت الي ينعبروه بالكاس او عبروه بين السكر غلاسي او العبروه بين الزيت تقريبا انا ركفتو معي كاس بقاس دير العنبة سنبدو نضيفه بالضقيق حتى تحصل على واحد عجينة لينا تكون نوعينة لا تكون عاوة تتلصق في الدين ما بينوا بين كيفما تتعرفوا الحلوية الضرورة تخدموا شوية الحركة ونستطيعوا الخمارة الحلوى اللي قلت لكم الوزن 8 جرم سوف نسجر خارج جيدا سوف نستجبونا هذه المكونات جيدا نبدأ إضافة دقيق حتى نحصل على العجينة بهذا الشكل هذا كيف موضح معكم في الفيديو يعني العجينة تكون رطبة تكون شيشة سوف نتبال لكم مزيتة للبنات التي تطيب لا تتبقى مزيتة نهائيا تتجينها وتتجين مقرمشة ها انتم ما تروني العجينة تتجين تتجين إلاستيك يعني تتجب بدوها تتجين إلاستيك بالنسبة للكورات فأنا قلت العبارة الميزان قلت كل كورة في عشرين لكي تتجيني متساوين كملت العجينة كاملة قلتها على شكل كورات لكي تجيني طريقة سهلة يعني تتجين بعملية بعملية لكي تسهل عليكم المؤمورية شدوا العجينة كاملة كورات عبروها بالميزان 20 غرام أنا عبرت كل شيء بالميزان 20 غرام في كل كورة خديت كل كورة تنحربلها على تشكل هذا حتى تنحربل تقريبا نصف الكمية يعني ما تنبقاش بوحدة 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 بشتجيني سهلة تنحربل واحد الكمية وتنصابها عادة نكمل عن الحربل الكمية ونحن سنوات إما دهنوب شوية ديال الزيت لأنها مزيتة إما ديروا لي ورق ديال الفرن كيف ما درت أنا من بعد ما درت واحد الكمية لبنات خديت الحربل تنزيد لقوي يعني ما تديروش غليظ باش ما دجيكم شعوتاني غليظة دجيكم سميكة في العجينة ديالها زيدوا رقوها واحد شوية كيف موضح معاكم في الفيديو عادة ديرو الشكل اللي وريتكم في الفيديو يعني را تنديروها تجي هكا على حساب قلب او لا على حساب مثلا ما عارتش هذك الشكل شنو تنقولولي يعني شكل سيبقى لكم الاختيار سوف نكمل عوتاني هذك الحراب الكامل وتنحط المباشرة في الصنا الفرن فهد القيطة فهو شاعل الفرن ضروري يكون سخون اللاطا قادي يدر من الفوق والعافية من التحت حتى يتحمر ويتنفخ لانه في الخميرة ها هو الشكل كيف موضح في الصنا وملي يتحمر لنا كيف قلت لكم من التحت ويتنفخ على نبطه باش يأخذ هذا اللون الذهابي يعني هو را ما تيتحمرش يعني ما خاصوش يتحمر بحل شكل ديال المملاحات او الصابري يعني تيجي بحال هكا يعني هذك الحمورية الخفيفة صافي دوبتها لبنت شوية ديال الشكلات ضروري دوبت واحد شوية ديال الشكلات في حمام مريم ودرت الكوكاو وشديته وحمرته شوية وهرمشته كيف موضح معاكم يعني دزين تيبقى اختيار يعني على حسب النقهة اللي حبيتوا يمكن لكم تديروا الشكلات البيض يمكن لكم تديروا الشكلات الاسود انا درت لبيبيت دو شوكولة ودرت لبيبيت دو شوكولة بخلطين يعني كيف موضح معاكم لان الوليدات تيبغيوا لبيبيت دو شوكولة بالنسبة لي نحنا يتعجبني الكوكاو ولكن ولداتي تعجبهم شوكولة يعني ابنات هات الشي اللي درت تديروا بالوحدة بالوحدة وتتحطوه في نفس السنة يعني هات الشي من بعد ما تخليها يبرد ضروري هاتك السطابلي تخليه حتى يبرد بعد تبدو في هذه الخدمة هذه غدي نكمل الكيمية كاملة وغدي نخليهم هكا في السنة يعني نفس السنة اللي درت فيه اللي دخلته للفرن غدي نستفهم كاملين حتى نكمل الكيمية كاملة بها التزين هذا من بعد خديت الشكلاتة اللي بنادو وبتو وغدي نديروا في البلاستيك غدائي درتنا البلاستيك غدائي ماشي ضروري تكون عندكم بوشل تزين خدوا بلاستيك غدائي سدوه كيف موضح معكم وديروا واحد الفتحة من الراس يرقيق عليه اللي يخرج لكم هذه الخويط انا هنا هنا مزربة ولكن اللي ديكم خاصة تكون خفيفة فوق منهم باش هكا يجوكم خويطات عشوائيين يعني تزين تبقى عشوائي كيف شو معايا هنا يبدر تزين عشوائي يمكن لكم تديروا يعني خالط ما بين الشكلات الكحل و الشكلات البيض يعني تديروا خطيطات هكا بشكلات الكحل وتزيدوا خطيطات بشكلات البيض وخليهم حتى ينشفوا ذلك الشكلات عديرهم في واحد طاصة اللي تكون محكمات الاغلاق باش هكا يبقوا لكم مقرمشين تكون هذا والشكل النهائي ديالهم نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة هدي و تنال اعجاب ديالكم هكا تنعرفوا الوليدات ديالنا شنو تياكلوا وخاء يعني الحلويات من هاد النوع هذا ماشي يعني صح هي مليون في المئة ولكن البنات المهم ان الوليدات تيعجبوا ما تشكيل ديال الحلويات فبلاس ما نناخدوا اليوم الحلوة من البرة ونفضل البنات اننا ناخدوا اللي نصوبها هكا في الدار نعرف الوليدات شنو تياكلوا ما فيهم شي حاجة زعمالي كثيرة وما تجيش حلوة بزر يعني سكر سقيل الزيت طحين ثلاثة البيضات خمارة وفانية وقبيصة ديال الملح راني نسيت فقط هاد وما المكونات تتخرج لنا هذه الكمية فقط بغيتو الدبلو يمكن لكم الدبلو المقادر ونتمنى تجربوها وتخليوا لي التعليق ديالكم ونخليكم الى فيديو لاحق بإذن الله بوسة كبيرة من القلب